سلام عليكم اخوتي اخواتي مرحبا بكم مجدد في قناتي شيوات اوم انصاف معكم فرح اليوم ان شاء الله جيت غد نحضر معاكم فلون رويال بنكهات الفانيلا طلبية لبعد الاخوات اللي تلبوني انني نحضر ليهم فلون رويال بنكهة اخرى ايضا بتقديم لي هو مختلف كانت منى الوصفة دياليو متنال اعجاب ديالكم هاد الفلون هادا تيجي رائع ولديد بساف المدق ديالو قوم عياء للمشاهدة في الاخير وفرجة ممتعة ونبدأوا على بركة الله في المكونات عندي نصف لتر من الحليب نصف لتر من الكريمة السائلة بدون سكر عندي كمية من السكر باش غد نحضره كراميل وعندي ثلاثة الاكيس من الفلون فاني هنا البنات انا حضيت غير جوج لكن غد نضيف الثالث في الاخير اليوم ان شاء الله غد نخدم معاكم غير بهذا الفلون هذا الصغير لي كيكون بدون سكر إلا كانت توفر عندكم الكبير اللي بسكر فتقدروا ايضا تخدموا به روم كيكون عندهم نفس الطريقة بجوجهم كي تحضروا في نصف لتر من الحليب غادي نجيب هنا كاسرونة وغادي نوضع فيها خمسة المعال كبار من سكر سانيدة باش غادي نحضروا كراميل غادي نوضع الكاسرونة ديالي على نار تكون مهيلة حتى كتبدا الدوبلي سانيدة على هاتشكل هادا الفيديو كي وضح طريقة وكي رجع دنا كراميل ما تخليوش البنات بزاف حتي يدهب اللون ديالو بزاف لانو غادي جيكم المدق ديالو مر وغادي يكون محروق غير يبليكم هكا عطاكم هاد اللون هادا ودابوا الحبيبات ديال السكر نجيب هنا الاطار او للمول اللي غادي نخدموه في هاد الفلون ديالنا انا غادي نخدم بهذا حبيت اني نغير الشكل ديال الفلون المعتاد عندي تقدرو البنات تخدموا باي مول عندكم واي شكل عندكم ماشي مشكل فهاد المولات هادا وراه كينين يعني اشكال كتيرة تقدرو تحضر فيهم هادا الاشكال ديال الفلون يعني كينين ديال السيليكون وكينين هادا كيف ما كتلاحظو اخواتي اخواني غادي نحاول تعالى انا نموزขون الكراميل الفلوني علي القاعد ديال مول ببيحدي الشكل هادا وغادي نخلي المول ديالي على جنب وغادي نمشي وهو غادي نحضره الفلون BREWA نفس الكاثرونة اللي فACE الحضرنا في ها لكارامل يعني ما عادوك البقاياء على الكراميل غادي نضيف لي gener物 لانه فل antim حدcn الر تستغنى على السكر نهائيا ونضيف حليب على الكريمة ونحاول ان نخلطهم جيدا الكراميل البنات التي تحجر لنا في الكسرونار نضيف الكسرونار فوق النار ونفرغ الأكياس الفلون الفلون ونضيف جوج الملاعق كبار من سكر سانيدة كما تعرفوا البنات وحضرت معكم هذا الفلون بنفس طريقة غير النكهة التي تختلف طلبية لبعض الأخوات نغير أيضا النكهة والشكل التقديم فاليوم غيرت لكم النكهة نكهة الفانيلا أيضا رائع في المداق وجميل تفت الشكل يعني بوحة التقديم مبسط تحضر الضياف أيضا كما لاحظوا أخواتي بعد ما اضعنا الكسرونار على نار مع التحريك المستمر حتى يوجد الفلون عادي كما مولفين كنحضره دائما بعد ما تحضر عندنا الفلون كنجيبوه ونفرغ ذاك الخليطة فوق ذاك الكراميل اللي حضرت معاكم من قبل وكنخليه على سطح العمل حتى ياخد درجة الحرارة دي المطبخ عاد كندخلوه للثلاجة واحد ثلاثة دي ستاعات باش يبرد لينه مزيان ويتماسك القوام ديالو من بعد البنات من بعد ما كيبردو كنخرجو من الثلاجة كنقلبوه هنا يا فصحن ديالتقديم مباشرة غاديمشي والتزيين عندي هنا يا رمان او لحوبيبات رمان اللي استعملت ام او لو ضعتهم في هاد لي فيغين هادو وكننحطهم في الجواني بهذا الشكل هادا عندي هنا يا طريفات ديال اه تفاح اللي قطعتهم بهذا الشكل هادا فالاخر غات نخلي لكم الطريقة كيفاش انكم تزينو او لا تقطعوا تفاح ديالكم بهذا الشكل هادا تزينو به بحال هاد الاطباق هادو كيجي شكل ايضا زوين بزاف كعطي واحد المنظر رائح ودائما البنات راه تزينت يبقى اختياري تقدروا تزينو بالمتوفر عندكم اي حجم توفر عندكم تزينو بها عندي هنا يا كيفما كتشوفو هاد ليمون صغير اللي قشرتو ايضا وحليتو حلت لي ذوك الببيتات دياله وخليتو مجموع يعني ما حليتوش حتى الاخر كنحلي غير ذوك الببات دياله من الفوق بحال ما هاد شكل هادا كيجي شكل ديالهم جميل حتى هما في التزين وكنحطهم ايضا هاد الجانب اللي خاوي وهنا عندي جوج ديال الموزات لقطعتهم ايضا شرائح غادي نحطهم في هاد الباقتي اللي ما زال عندي خاوية سفي دائما تزين راكي بقائي اختياري تقدروا تزينو بالمتوفر عندكم وحسب الرغبة كل واحد كي تفنن في التزين ديال اطباق اليولو وعندي هنا يا العنب غادي نحطه في الواسط هنا في هاد الحفيرة بهاد شكل هادا تقدروا ايضا ستعملوا العنب الحمر يعني اللي متوفر انا كان عندي غير هاد العنب الخضر سفي كنحطو هاكا في الواسط كيجي الشكل رائع ايضا الماداق كيجي هائل بزاف وكنجيبو هنا يا واحد الحبيبات ديال الرمال اللي كان وضعوه مصدق الليموناء اللي حلينا بهاد شكل هادا ايضا تقدروا تعمروها بالعنب اللي هو حمر انما كانش رمان يعني تتقدرو تزينو كيف مما بغيتو الاهم هو الماداق الماداق راه كيجي رائع بزاف كيجي خاتير اتمنى انكم تجربوه يعجبكم لانه فعلا تستحق تجريبة حدرت معاكم من قبل بنكهة الموز ايضا بنكهة الكراميل وكان الشكل ايضا الماداق رائع بزاف هنا عندي البنات الكريمة اللي طلعتها من قبل وضعت لها واحد الملعقة كبيرة دير مستحضر الكريم كراميل او لانيس لي كراميل احتولت عندي كريمة بنكهة الكراميل وضعتها في هذا البوش هذا وغادي نزين بها هذا ال ديسير ديالي او لهذا الفلون هذا تقدروا تستغناء عليها البنات إلا ما كانت متوفرة عندكم الكريمة من طبيعة الحال انا هنا كانت عندي كنت خدمت بها واحد القاتو وبقات عندي فاقلت نستغلها في هذا الطبق هذا من ضيعهاش ايضا تزيد تعطينا واحد الجمالية لهذا الطبق ديالنا اضعه كوريدات فوق الوجه ديال الفلون بهذا الشكل هذا كانت مننا لبنات الوصفة ديال اليوم تنال اعجاب ديالكم وما تنسوش الى برئتوني نحضر معكم اي وصفة فتخليوا لي التحت في التعاليق اي حاجة برئتوني نحضرها معكم وهنا البنات كيفما لحتوا عندي نسلي كراميل اللي وضعته في واحد البلاستيك ودرت له تقب صغير جدا ونبدأ نعمل منه خطوط هكا فوق الموز ديالي باش يعطيني حتى هو واحد تزيين الى ما كانش ماشي مشكل تخضروا ايضا ستعملوا سوس كراميل اللي لم توفر عندكم الى ما كانش فغادي تخليوا كيم ما هو بالشكل اللي حضرته من قبل يعني بلاها التزيين هذا وغادي نبدأ نحطها كقريصة فوق الوريدات ديال الكريمة بالكراميل بحال ما هكا باش يعطيني واحد تزيين اللي هو رائع هادو غير اضافة للبنات الى ما كانش متوفرين عندكم تقدرو تستغنوا عليهم ونمشي والبلات باش نوريكم طريقة اللي غادي نقطعوا به هادوك الوريدات ديال التفاح كنناخدوهن ايا تفاحة بعد ما كان نكون نغصنها طبعا وكننجيبوهن سيكي اللي كيكون حاد وكننبدوك نقطعوها به هاد الشكل هذا راه الفيديو كيوضح الطريقة طريقة جيد سهلة كيجي الشكل ديالهم جميل انكم تزينو بهم الاطباق ديال الى ديسير ديالكم بحال ما هكا او لا ليجلاس ايضا الفلان تقدرو تزينو بهم الاطباق ديالكم ايضا تقدرو تزينو بهم الاطباق ديالكم فاولا كيكات سراحة يجي شكل جميل بزيف هاد التزيين ديال هاد التفاح هذا سوف نبقاو وتنقطعو من هاد الجنب ومن هاد الجنب ونحاولو اننا ما نضربوش يعني ما نقصوش الحواف باش ما تقطعوش لنا ذو التطريفات اللي تنقطعو نبقاو غاديين معاهم غير بشوية هكا ودروري السيكين يكون حاد سوفي حتى انقطعوها كالصدية طريفات او لا خمسة بحل ما هكا وكنبدو كنرجعو في ذلك الطريفات اللي قطعنا على بعضهم بحل ما هاتشكل سوف يمكن بدو كندفعو هكا راه الفيديو كيوضح طريقة كمدو كنبعدوهم على بعضهم باش كيعطينا هاتشكل هذا سراحة كيجي الشكل ديالهم رائع تزينو بهم الاطباق ديالكم تبقى هذا هو الشكل نهائي اللي حدرت معاكم اليوم بنكهة الفانيلا كيجي المدقة رائع بزاف ايضا شكل راه بسيط ورائع كنتمنى الفيديو والوصفة دياليو يناليو الاعجاب ديالكم وما تنسوش اخواني الى اعجبتكم الوصفة وايضا الفيديو الضغط على لايك وتبارتجيو الفيديو مع احبابكم وصحبكم شكرا لكم بزاف على المتابعة والى اللقاء في وصفة قادمة ان شاء الله دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة